يمكنك الكثير سمع عن موقع تشات جي بي تي اللي هو تريند نومبر ون في اليوتيوب حاليا أغلب اليوتيوبر حاليا ما لم يعملوا محتوى عن تشات جي بي تي بيسئلوا أسئلة تشات جي بي تي إذا ما كنت بتعرف عنه هو موقع للذكاء الصناعي اللي بيمكنه يساعدك في جميع أنحاء حياتك يعني على سبيل المثال ممكن يساعدك في حل معادلات رياضية ممكن يكتب لك كود إذا كنت مبرمج ممكن أنك تحكي له وحكي لي قصة يعني أسئلة كثيرة وأمور كثيرة ممكن أنك تساويها وأنا الآن رح أستخدم تشات جي بي تي لأول مرة حضرت له أربع أسئلة ورح نسأله أسئلة عن الجوالات والأمور هاي ونشوف إذا رح يجاوبنا ولا لا هل فعلا تشات جي بي تي يعتبر ذكي جدا أو لا هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة خلوكم معي أنا أحمد من قناة منوعات تقنية خلونا نبدأ بداية أنا رح أطرح الأسئلة في اللغة الإنجليزية لأني لاحظت أنه بالعربي بطيء جدا وما بيجاوبك على الأسئلة فحتى نضمن أكبر دقة ممكنة بالإجابات خلينا نستخدم اللغة الإنجليزية حاليا ورح أنا أترجم لكم الأسئلة والأجوبة مع بعض إذا كان في أجوبة طيب خلونا نبدأ بالسؤال الأول أنا رح أسأله إياه ولكن السؤال ونحط له حتى نكون دقيقين في الإجابة ونكبس انتر ونشوف شو اللي راح يطلع معنا طيب حاليا شاد جي بي تي بدأ يجاوبك على السؤال بس يبدو أنه هو ما عنده معلومات أكثر من 2021 بحكي لك بال2021 أكبر موقع للتواصل الاجتماعي اللي فيه يعني مستخدمين نشطين اللي هو الفيسبوك 2.8 بليون يعني 2.8 مليار شخص طبعا هون هو بيحكي لك أنه في بعض السوشل ميديا زي اليوتيوب والواتساب والتليجرام والتيك توك بتيجي كمرتبة ثانية بس ما حطلنا ترتيب معين لهم هو حكي أنه فيسبوك أتوقع معلومات قديمة جدا في فيسبوك حاليا أتوقع مش نمبر ون فما بعرف بصراحة عندي إحساس أنه تيك توك حاليا نمبر ون ضيف رأيك في التعليقات إذا كنت تعرف أفضل موقع للتواصل الاجتماعي طيب خلصنا من السؤال الأول خلينا نسأله سؤال الثاني حلا خلينا نسأله tell me the biggest five youtuber right now حكييني عن أفضل خمس يوتيوبر موجودين منشوف إذا بعرف ولا لا أيضا معلوماته يبدونها قديمة عماله بيعطيني معلومات من 2021 يعني هذا ثاني السؤال معلوماته قديمة يعني بحكي لك نمبر ون اللي هي تي سيريز أتوقع هاي منصة هندية للموسيقى والأغاني يعني كوكوميلون وقع قناة موجه للأطفال وست انديا وفايف مينتز هذول حسب 2021 حسب جي تي بي يعني معلوماته تقريبا قديمة جدا حاليا بال2023 ما اللي بيعطيني معلومات من 2021 طيب خلينا نسأله أسئلة ثانية ونشوف إيش الوضع معاه سؤالنا التالي يعني أسوأ جوالات لعام 2022 هلا حاليا أنا ما بقدر أقول له 2023 لأنه السنة ما خلصت لسه في جوال راح تيجي إن شاء الله في المستقبل فخلينا نشوف 2022 بمأنها خلصت ونكبس انتر ونشوف شو راح يجاوبنا طبعا حاليا هون بحكي لك صعب أنك تعرف الجوالات السيئة ما عنده إجابة يعني ما بقدر يحكي لنا تلفون معين بس هون بعطيك بعض الأمور يعني بحكي لك إذا الكاميرا مش كويسة إذا أداء البطارية سيئة إذا النظام التشغيل ما فيه عليه تحديث بيكون أسوأ جوال ما فيه إجابة واضحة طيب خلينا نغير السؤال ونسأله سؤال ثاني طيب خلينا نسأله أفضل خمس جوالات بالـ 2022 ونشوف شو راح يحكي لنا بالجواب على هذا السؤال أعطاني خمس إجابات أول جوال حكي لك السامسونج جالكسي S 22 ألترا نزبوط الجوال نزل بـ 22 وبيعطيك بعض المواصفات هون زي الشاشة والكاميرا والأمور هاي ثاني أحضل جوال أبل آيفون 14 وبيعطيك بعض المواصفات والجوجل بيكسل 6 برو والون بلس 10 برو وشاومي 12 وتقريبا هذول هم أفضل خمس جوالات حسب جي تي بي هل بتتفق معه أو ما بتتفق معه ضيف رأيك في التعليقات طبعا بهيك أنا بكون انتهيت من الأسئلة اللي كنت بدي أسألها رأيي الشخصي عنه انه يعتبر ثورة ممتاز جدا لكن بده شوية تحديثات حتى يصير أفضل لأنه بعض المعلومات ما بيعطيك فيها دقة وما بيعطيك يعني الجواب اللي انت بتنتظره منه وفي بعض المعلومات حسيتها أيضا قديمة جدا زي اليوتيوبر والسوشال ميديا بلاتفورمز والأشياء هاي عماله بعطيني من سنة 2021 على كل حال إذا حابين تشوفوا جزء ثاني وضيفوا أسئلة ثانية حطوا هذا الشيء في خانة التعليقات ممكن نعمل فيديو ثاني ونسألوا الأسئلة اللي انتوا حابين تسألوها وكان معكم أحمد من قناة من أموعد تقنية ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم السلام اشتركوا في القناة